على مكاملة جهاز فني الحقيقة نال ثقة وردة جمهين النادي الأهلي بسرعة شديدة جدا شفت الأهلي مع مرسيل كولرزاين يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الرشدة اللي كانت الناس بيقولوها أو معظم الناس الرضيين يعني أن الناس تأخذ فترة الرحة بتاعتها اللعيبة أن اللعيبة دي مش مكان في الأول في الآخر اللي حصل أن الناس لما رتاحت والإصابات رجعت اللي احنا كنا بنقوله أنا كنت مع حضرتك من فترة قبل ما الموسم يبدأ وأنه لما الموسم يبدأ الموضوع هنرجع تاني لأن الفرقة فيها عناصر كويسة كتير جدا العناصر دي كان عندها مشاكل إصابات كان مشاكل إجهاد على مدر سنتين أو ثلاثة كمان جالك حد شايفه ناس كلها أو معظمنا آه مش هنقول أن التجربة نجحت من دلوقتي ولكن الرجل واضح أن الرجل حتى لما جيه باين جدا هو قافل على الفرقة كويس جدا مركز كويس جدا الرجل جاي من الصفر بيعمل الريكوفر بتاعه الرجل مركز واضح أنه شخصية قوية آه قادر يلم الناس وقدر كمان ياخد آه زي ما بنقول كده أحسن أحسن حاجة من اللعيبة قادر يرجع لعيبة كانت بعيدة شوية أو الجمهور شايفها أن هي مش مؤسرة موضوع نفسي أكتر طبعا شوية شوفنا طاهر وإمكانياته شوفنا كريم وإمكانياته ما كانتش ظاهرة في الأول لسه متولي ده من زمان لعيب كويس جدا ولعيب كبير متولي لأخره مضوع الإصابات لكن متولي من أحسن السردوكات في مصر يعني السنيمة عبد المنعم هيلاء زي ما احنا كنا بنقول بدر بنون خروجه أثر على الحتة دي أن أنت بدر برضو كان عنده أن أنت تقدر تطلع بالهجمة ما فيهاش مشكلة بتطلع بسلاسة ففكرة أنه يبقى في حد لعيب كورة في الحتة دي كويس ويقدر يطلع من غير ميزباس كتير الموضوع بيبقى مختلف فواضح لا الحمد لله الفرقة راحة في حتة كويسة كمان أنا أظن أن هم أخدوا راحة كويسة الفترة اللي فاتت دي وهيرجعه يوم الحد فلا يعديني راحة في حتة كويسة الحمد لله شايف إزاي كورف الأداء وشايف إزاي فترة التوقف وممكن يكون تأثيرها على عودة الفريق مرة تانية لل طبيعي في كل الأماكن الناس اللي تبقى مكملة رجل عمل معسكر عمل ثلاث مطشوات ودية سرية اشتغل على نظام فترتين في اليوم بنشوف ده يعني أو قراره أنه هو أول ما يرجع الفريق مرة تانية للتدريبات شكله هيبتدي بنفس النظام اللي يشتغل عليه وكأنه بيبدأ من أول وجديد هو أنا عندي برضو مشكلة إن إحنا لإما في أوقات سابقة المنتخب ما ياخدش توقيتات وياخد توقيتات صغيرة خالص دلوقتي ياخد توقيت كبير جدا ويأثر على الدوري مش فهم ليه بس خلينا برضو أحقاقنا الحق التوقف الطويل ده بسبب المنتخب يعني التوقف الطويل ده بسبب استضافة مصر قيمة المناخ لكن المنتخب استغل لفترة التوقف الطويل وقال لك طب ليه لأ ما نعملش يعني تجمع فترة أطول اللي عيبة يبقى فيه تعايش جهاز فان يعرف يشتغل براحته ويبقى عنده وقت ماشي أنا معك بس بس احنا كنا ممكن على الأقل نلعب موطشين اللي فاتوا دول في الوقت دوت فكان هيأثر معنا على على النحو الإيجابي للدوري بالذات أن أنت الفريق الوحيد للعلامة كابلة بالذات دي بقى اللي احنا جئنا نتكلم فيها أن كمان أنت لما بتبقى مكمل ومفنش كويس بيبقى تأثير شوية لازم تلم الدنيا وتمشي زي ما أنت بكوت الاندفاع اللي كنت ماشي بيها لما بيحصل شوية انكسار ده بيحصل ميزة أن أنت الناس اللي هي بتبقى عندها مشاكل في الكمان اللي عبوه طبعا ده بيبقى فترة كويسة أنه هو يقدر يلم يقدر يشتغل على المشاكل بتاعته لكن الأهلي كان فنش كويس نعمل إن شاء الله أنه هو يبدأ زي ما فنش إن شاء الله